سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية بزيارة لمقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وذلك بمناسبة مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث كان في استقباله سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وعضاء البعثة الدبلوماسية إضافة إلى وفد وزيرة الخارجية المشارك في أعمال الجمعية العامة وعقد وزير الخارجية اجتماعا تم خلاله مناقشة الترتيبات والاستعدادات التي قامت بها البعثة لتنظيم مشاركة وفد المملكة في الاجتماعات والفعاليات التي تقام بمناسبة عقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد أشهد سعادة وزير الخارجية بالجهود المخلصة التي تقوم بها البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك وكافة منتسبيها في كل ما من شأنه تنفيذ السياسة الخارجية لمملكة البحرين ومد جسور التعاون وتوطيد العلاقات بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة لا سيما مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة وأكد سعادة الوزير على أهمية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للمؤتمرات والمنتريات رفعة المستوى التي يتم تنظيمها خلال أعمال الدورة الحالية وضرورة الحرص على المشاركة فيها بإيجابية واهتمام ومتابعة نتائجها ترجمة نانسي قنقر